الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير الربوب عليهم وله مالين أمين فألقى عصاه فإذا هي سعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيها أولي الناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم من أعدكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجو أخوه وباس في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أليم فجمي السهرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبئ السهرة إن كانوا هم الغالبين لعلنا نتبئ السهرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السهرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملمون فألقوا حبالا ويسيهم وقالوا بإزة فرعون إن نال نحن الغالبون فألقى موسى أصاب فإذا هي تلقف ما ينفكون فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب الآلمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي ألمكم السهر فلسوف تعلمون لو قد تئم أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إما نتمو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصل بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هاؤنا إلى شرزمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإننا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وويون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورسناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمذرقون قال كلا إن من يربي سيحدين فأوحينا مؤلم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بيصاك البهر فانفل قد كان كل فرق قد تود الأظيم وأزلفنا سما الآخرين وأنجينا موسى وغمه أجمعين ثم أضربنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليه النباء إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدون أو ينقونكم أو يذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم أدب لي إلا رب الآلمين الذي خلقني فهو يأدين والذي هو يطعمني ويسقين ويها مرست فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمط أن يغفر لي ختيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق على الآقلين واجعل لي من ورسة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يباسون يوم لا ينفو مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين هذا ما توعدون لكم وأزلفت الجنة للمتقين وبردت الجهيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تأبدون من دون الله هل ينسرونكم أو ينتسرون فقبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختسمون كالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب الآلمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الأزيز الرحيم كذبتهم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوه ألا تلتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأربلون قال وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب الآلمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأربلون قال وما علمي بما كانوا يأملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتق يا نوه لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتع بيني وبينهم فاتحوا ونجني ومن مئي من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم فأنجيناه ومن مأه في الفلك المشهون ثم أغرقنا الآخر ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الأزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيرون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل رين آية تعبسون وتتخذون مصانع لأن لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيرون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنآم وبنين وجلات وأيون إني أخاف عليكم أذاب يوم أظيم قالوا سواء علينا أو أستأم لم تكن من الواعذين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعزبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكسر من مؤمنين وإن ربك لهو الأزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله